بسم الله الرحمن الرحيم على علاقة بين الكلا والصيام والقهوة هي علاقة معقدة وتظهر فيها الدراسات العكسية دراسة عكسية بينما احدى الدراسات تظهر سلاك الكهوة قد يزيد من امراض الكلا دراسة اخرى تقول انه يحمي من الكلا لا شك اني الشواهد بالدل على ان الاهواء من الاشياء المفيدة جدا للجسم الكافيين واحد المكونات للقهوة وهو لا شك انه هو سبب التأثير المفيد للقهوة هي سبب ارتفاع خصير في ضغط الدم يمكن ان تضع ضغطا خفيفا على الكلا لا تمثل شيء خطير بالنسبة لكثير من الناس تعزل القدرة اقلية تزيد من ضغط الدم تجعل المناعة اقوى تخفز الصداء تقل التوتر تساعد على فقدان الوزن القهوة مع السكر يمكن تحولك العقري لفترة قصيرة من الوقت لان المزيج من الكافيين والجليكوز ينشط قطعات معينة من عقلك يطلق المزيد تنشيط الجهاز العصبي يؤدي الاطلاق مجين من الدرنين الذي يؤثر على جسمك بعد الطرق تزداد من ضغط القلب يرتفع ضغط الدم تنفتح رابيه بالتنفس ينطلق السكر في مجرى الدم لحصول على طاقة اضافية يستحسن اذا كنت ستتجري اختبار ضغط الدم ان تبتعد عن القهوة لمدة يومين او ثلاثة ايام القهوة معروفة بتعزيز هذا الطاقة وتقلل من خطر الوفاة المبكرة تقوي جهاز المناعة تعالج الصداع والصداع النصفي يمكن ان يكون موجودة القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة وغيرها توجد في كثير من المسكنات والأدوية التي لا تحتاج الوصول طبية فانه يستخدم القهوة مع المسكنات لتزيد من تأثيرها وضط للتغطر استلاق الضمامين والسيروتينين اذا يحفظ المزاج الجيد او حتى الراحة راحة القهوة بتهدئ العصاب خطر صبر الاكتئاب قليلة بين شرب القهوة بالطبع يعمل على الزاكرة غصرة المدى وتحمي من الزهيمر وتساعد على الحماية من امراض القلب ينخفض اللبتين تساعد على فقدان الوزن الزائد وذلك بزيادة هرمون اللبتين الذي هو ينخفض عندما ينخفض يزيد الوزن عندما يزداد تأخذ الوزن تعمل القهوة ضد الاكسادة يحمل كل من التلف ويحمل العضاء الأخرى بالطبع يحمي من المرض السكري من النوع الثاني وهو خطر رئيسي لمراض الكلة يعني مرض الكلة أساسا بتزيد عند الناس عند الناس المصابين بسكري من النوع الثاني وهو هي بتقلل خطر الإصابة بهذا النوع وبتقلل إلى حد ما نزبت السكر في الدم يجب إضافة الحليب والسكر باحتراس لأنها ممكن يجيد البتاسم في الصفور في القهوة بما يقدد يسبب درد للصاحب اللي شارب القهوة وهو في الغالب بيكون مريض بأمراض الكلة وليس شخصا طبيعيا الحد من تناول 3-4 أكواب يوميا ضافة الحليب والسكر يجب أن يكون بحذر القهوة السوداء مع حليب قليل الدسم والمخلي والخلي من السكر الشرم الماء لتفق راتبا مع القهوة السلاك القهوة المعتدل هو مفيد لمعظم الناس القهوة والصيام يمكن يساعد الصيام والقهوة في إزالة سموم حمد البوليك من الكلة يمكن أن يسبب مدر الطبيعي للبول القهوة هي مدر الطبيعي للبول يساعد في ترد حمد البوليك الزائد من الكلة مضادة للأكسادة تساعد على حمد الكلة والأعضاء الأخرى من التلف تساعد على تحييض حمودة في حمد البوليك وهي قلوية وتسهل إخراجه من الجز تساعد يقلل من خضر المنصابة بأمراض الكلة المزمنة للصيام بشكل آمن يستحسن أن تبدأ بصيام قصير أو مثل 12 ساعة أشرب القليل من الماء وأشرب أشرب الخلية من السكر إثناء السام متقطع أشرب تجنب المشروبات الكافيين والكحول أفطر معواقبة خفيفة مثل السلطة والحساء إذا صار بأي أعراض قد هو الغصان يكسر الصوم على طول سيام القهوة لزال السمو من الكلتين أمرا روتينيا إذا كنت تفكر في السيام الإسلامي أو الصيام المتقطع خطر الإصابة بأمراض الكلة المزمنة يقل وكذلك حصوات الكلة تقل ويحسن وظائف الكلة لا تنسى الترتيب أثناء بعد الفطار أو أثناء السيام المتقطع الكيمية معتلنة من القهوة تناول القهوة يسبب الجفاف لذلك الترتيب مهم الأشياء المضافة تاخد ذلك منها مثل الحرب السكر تأثير تأثير الصيام على الكلة تطهير جسم من الفضلات والسموم التوازن الهايدرو معدني البوتاسيوم من الصدر وما غيره تقريب الالتهاب وهو أمر معروف على الصيام ولذلك للسنتاج أو الخلاصة أنه لا تقعد علاقة مباشرة بين تناول القهوة والصيام أو تناول القهوة بشكل معتدل والحفاظ على التطبيب المناسب هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دواتكم والسلام عليكم